مشاهدين ولمزيد حول انتهاكات ميليشيا الحوثي وخرقة للهدنة الأممية ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا المحالة السياسية اليمني سيد توفيق حميدي أهلا بك أهلا بك أهلا بك يعني حسب لجنة التفاوض في تعز فأن القصف الحوثي للمنشآت الحيوية يؤكد أن الهدنة لا معنى لها برأيك ما هي أبرز آثار استمرار خروقات ميليشيا الحوثي للهدنة الأممية في الفترة السابقة في البداية نريد أن نؤكد أن الهدنة التي أعلنت قبل شهر من قبل الأمم المتحدة وقد أعلن قبلها التحالف العربي وقف شامل لإطلاق النار من طرف واحد ووقف بالتالي العمليات العسكرية والطلعات القوية جماعة الحوثي لم تعلن التزامها بالهدنة وإنما كان هناك مجموعة من البنود التي أعلنتها الأمم المتحدة المتعلقة بإدخال السفن إلى ميناء الحديدة إضافة إلى فتح مطار صنعاء والذي تعرقل لتعند جماعة الحوثي لأسباب معينة ومنذ ذلك الوقت جماعة الحوثي لم تعلن التزامها بالهدنة مطلقا العملية العسكرية مستمرة على أطراف مأريب القصف مستمر على محافظة تعز وهذا القصف ليس الأول اليوم الذي يستهدف مدينة تعز بل ربما هو الأول مع أيام عيد الفتر المبارك وهي استهدف مناطق مدنية يفترض أن تكون محايدة بموقع باتفاقية جنيف وبالتالي هذه الهدنة للأسف الشديد لم توضع لها أسس واضحة حتى من قبل الأمم المتحدة كان ربما باعتقاده هناك اتفاقات تمت في الغرف المغلقة في سلطنة عمانة أو في غيرها لكن دون أن نرى أن هناك لقان خاصة بمراقبة الأطراف أو انتشار لمراقبين في نقاط التماس وإنما ترك وقف إطلاق النار ربما لحس نوايا الأطراف ولكن دائما ما يتهم أو تتهم ميليشي الحوثي بأنها تخلق الهدنة وذا كان تاريخهم حافل بخلق الهدنة لماذا قبل المجلس القيادة الرئاسي التوقيع على الهدنة الأخيرة طالما تاريخهم حافل بخلقها الهدنة هي في الحقيقة ليست من إنتاج المجلس القديد الذي أعلن في الرياض هي الهدنة حقيقة أعلنت من قبل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وقال المجلس القيادة ليستمر على نفس النهج ووضعت له وظيفة معينة هي التفاوض مع جماعة الحوثي وتحويل هذه الهدنة إلى وقف شامل لإطلاق النار والدخول في عملية سلام شاملة ودائمة مع جماعة الحوثي اليوم وضعت هدنة لمدة شهرين ويبدو من الواضح أن جماعة الحوثي غير معنية بهذه الهدنة جماعة الحوثي ترى على الأقل نفسها اليوم قوية من الناحية العسكرية ومسيطرة على مناطق حيوية من الأرض وبالتالي ربما هي تريد مزيد من الضغط على المجتمع الدولي اليوم الحريص جدا على إيجاد صيغة شاملة خاصة وأن المجلس القيادة الجديد جاء أساسا من أجل إحلال السلام والاتفاق مع جماعة إذا كانت الهدنة ليست موجهة للطرف الحوثي إلى أي مدى ترى أن هذه الهدنة لها أبعاد ربما إقليمية لا سيما وأن هناك محاولة لإعادة ترتيب العلاقات بين السعودية وإيران أنا باعتقادي دائما أقول بأن الملف اليمني يعني إنجاز أي مصالحة أو فشلها مرتبط بمصالح إيران الإقليمية والدولية يعني لنكون واضحين متعلقة بمفاوضات فيينا اليوم التي هي ربما شبه متوقفة وبالتالي أنا أرى أن هناك سلسلة متكاملة يعني عملية التصالح بين المملكة العربية والسعودية وإيران بين إيران والأوروبيين والأمريكان من خلال اتفاقية جنيف سععفوا من اتفاقية فيينا للأمور النووية سينعكس على الملف اليمني اليوم الإيرانيون ليسوا في وادي وقف إطلاق النار في اليمن أو الدخول في عملية مصالحة شاملة دون أن يتم إنجاز حقيقي على الأرض من خلال اتفاقية فيينا للأمر النووي إذن ربما الحديث عن إيران هل تعتقد أنه قرار خرق الهدنة من قبل الحوثيين قرار إيراني أكثر منه وقرار من قبل قيادات ميليشي الحوثي لا يوجد اليوم قرار في اليمن قرارا وطنيا باختصار اليوم القرار اليمني قرار الحرب قرار السلم هو قرار إقليمي سواء متعلق بالحكومة الشرعية أو متعلق بجماعة الحوثي اليوم المجلسة الانتقالية أو المجلسة الجديدة مجلسة القيادة الرئيسي أشكل في الرياض وعين في الرياض وأختير من قبل التحالف ووضع له التحالف مهمة محددة الذهاب للمفاوضات مع جماعة الحوثي والخروج بصيغة شاملة كذلك جماعة الحوثي لا يمكن أن تصل إلى وقف أو تعلن وقف إطلاق النار أو القبول بأي مصالحة ما لم يكن لديها ضوء أخضر من الإيرانيين في ذلك وبالتالي لنكون واضحين ونختصر الوقت بصورة دقيقة لا يوجد اليوم قرارا يمنيا متعلق بالسلم أو متعلق بالحرب القرار هو قرارا إقليميا بحتا وهذا يسوقنا إلى سؤال أنه في المقابل كيف ترى موقف المجتمع الدولي من خروقات ميليشيا الحوثي ومن المفترض أن تكون الأمم المتحدة هي الضامنة لهذه الهدنة اليوم المجتمع الدولي لا يريد أن يغرق أكثر المجتمع الدولي اليوم ربما غارق بصورة كبيرة في الملف الأوكراني الروسي الحرب الروسية اليوم التي انعكست وألقت بظلالها على ملفات أكبر وأكثر تعقيدا الملف الروسي الملف الأوروبي ملف الطاقة ملف حلف الناتو الملف الصيني وبالتالي ربما كما قلت لك ربما المجتمع الدولي يسعى لإغلاق صفحة الملف النووي سيرى أن من خلال إغلاق هذه الصفحة ربما ينعكس بشكل كبير على ملفات الشرق الأوسط بما فيه الملف النووي يتفرق بصورة كبيرة لإنهاء الملفات الكبرى التي هي تتعلق باستراتيجية وجودية سواء لحلف الناتو أو حتى للصراع مع الصين نفسها من فين المحلل السياسي اليمني تفيق حميدي شكرا جزيلا لك شكرا